تقرير يكشف تجسس الإمارات على دول وشخصيات يمنية ودولية حيث كشف تحقيق لوكالة رويترز أن الإمارات سعت من خلال فريق تجسس يضم عملاء سابقين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى تجسس على هواتف شخصيات بارزة ومؤثرة من سياسيين ونشطاء حقوقيين في عدد من الدول من بينها اليمن وتركيا وقطر وإيران وعمار يقول التحقيق أنه تم استخدام ضباط أمريكيين متخصصين في إدارة وحدة العمليات الإلكترونية في أبوظبي من أجل اختراق أجهزة تلفونات وحسابات البريد الإلكتروني وتجسس عليها وجمع المعلومات الخاصة بأصحابها عبر استخدام أحدث وسائل التجسس الإلكتروني لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وخصوم السياسيين من بينهم الناشطة العالمية توكل كرمان وأمير قطر ومسؤول تركي رفيع المستوى فريق التجسس عمل عشر سنوات في عالم الاستخبارات الأمريكية قبل تحوله للعمل صالح دولة الإمارات في اختراق هواتف أعدائها وكمبيوتراتهم من قصر أجريت عليه تعديلات في أبوظبي استغل أعضاء الفريق ترسانة من الأدوات الإلكترونية من بينها منصة تجسس حديثة جدا تعرف باسم كارما استهدفت مئات من النشطاء والقيادات السياسية فيما ارتفع الحديث عن مدى العداء الذي تزرعه الإمارات وتنميه في عدد من الدول التي باتت أبوظبي تشكل مصدر أذى لها يتساءل اليمنيون عن حجم المخاطر الإماراتية على الأمن القومي اليمني والعربي تبرز المخاوف من مدى فداحة الوثوق بحليف غير شريف خصوصا مسألة تتعلق بالأمن القومي على بلد كاليمن والذي بات مكشوفا عسكريا أمنيا لأبوظبي كما يقول المراقبون سواء كان ما تقوم به الإمارات من دور تجسسي لصالح مخابرات دولية أم أن ما يحدث هو جزء من إدارة الإمارات لمعاركها فقد باتت الإمارات تشكل تهديدا قوميا للدول وترتكب جريمة اختراق للدول في حرب لا أخلاقية وتساؤلات عن حجم الأضرار التي تلحق المستهدفين من الأشخاص والدول فهل أصبحت الإمارات هي الخصم الافترضي لكل ما يتعرض له الناشطون والسياسيون المعارضون لسياساتها؟